موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نشرة الاخبار من استوديوهات قناة سهيل الفضائية والبداية بالعناوين اعلان الرياض الشعب اليمني في خطر بسبب انقلاب الحوثي والمخلوع صالح نائب الرئيس رئيس الوزراء صالح احد صناع القاعدة وجنونه سبب معاناة اليمن مرحبا بكم اتفق وزراء الخارجية العرب ودول امريكا الجنوبية على مشروع البيان الختامي لاعلان الرياض واعرب اعلان الرياض عن قلقه ازال اوضاع المتردية في اليمن واكد الاعلان حاجة اليمن للتنفيذ الكامل لقرار مجلس الامن اثنين وعشرين ستة عشر ومطالبة جميع الاحزاب السياسية في اليمن باحترام القرارات المتبنى من قبل مؤتمر الحوار الوطني الشامل وفقا لمبادرة مجلس التعاون الخارجي وجميع قرارات مجلس الامن ذات الصلة وقال مشروع البيان ان الشعب اليمني تعرض لمخاطر كبيرة نتيجة الانقلاب الحوثي وتورط علي عبدالله صالح والاعتماد على قوى خارجية بهدف الاستيلاء على السلطة واضاف مشروع البيان ان هذا الانقلاب نتج عنه تهديد خطير لامن واستقرار ومستقبل اليمن ونسيجه الاجتماعي الامر الذي ادى ايضا الى انتهاك حقوق الانسان ووقوع ضحايا من المدنيين الابرياء اضافة الى استحالة وصعوبة وصول المساعدات الانسانية لمستحقيها تتعامل السلطة بجدية مع قضية المشاورات في جينيف من اجل الوصول الى الية لتنفيذ القرار الاممي اثنين وعشرين ستة عشر واحلال السلام وعودة المسار السياسي لكن نجاح المشاورات يبقى مرهون بمدى جدية الانقلابيين اصدر الرئيس هدي بالامس قرارا اقر تشكيل فريق خاص للمشاورات وتشكيل فريق فني مهمته التحضير للجولات المحتملة لمحادثات مؤتمر جينيف القادمة هذا القرار تم اتخاذه عقب اجتماع عالي المستوى ضم رئيس الجمهورية بنائبه رئيس الوزراء وكبار مستشاره تقرر بناء عليه تشكيل فريق لهندسة المشاورات الوطنية عالية المستوى برئاسة الدكتور عبد الملك المخلافي وعضوية كل من احمد عبيد بن دغر والدكتور محمد السعدي والاسد عبد العزيز جباري والدكتور محمد العامري والدكتور خالد باجنيد ممثلا عن الحكومة الشرعية اضافة الى هذا الفريق تم تكريف فريق فني واستشاري برئاسة الدكتور عبد الله العليمي وعضوية كل من الدكتور شايع محسن والاسد عز الدين الاصبح والدكتور معين عبد الملك السؤال الاهم الذي يمكن ان يسفر عنه تشكيل مثل هذه اللجنة وما الذي يعنيه تشكيل هذه اللجنة وما المحددات التي يمكن ان تحكم تمثيل اللجنة المنطق يقول ان اللجنة الوطنية بغض النظر عن الفسيفساء الجغرافية والسياسية التي ينتمي لها السادة العضاء فانهم يمثلون اليمن الاتحاد الممثل بالشرعية الدستورية ومع ان هناك من يريد ان يكون هذا الفريق ممثل لطرف وازي طرف الانقلابيين في المباحثات المتوقعة في جنيف وعليه فان دعوة المبعوث الامم للاطراف السياسية في اليمن للذهاب الى طاولة المفاوضات تساوي بين الشرعية والانقلابيين تساوي بين الشرعية واللا شرعية بل وتعطي عصابات الحوثي ومرتزقة عفاش حق الضغط كما تعطيهم فرصة النفاذ من العقوبة بأي تسوية سياسية محتملة لذا فان الامل مرهون في ان تمثل لجنة المخلاف بما تضمهم الرموز وطنية والسياسية ثقيلة الحجم عميقة التأريخ ان تتمثل اليمن شعبا وتأريخا وشرعية وقوة وطنية قال نائب رئيس الجمهورية رئيس الوزراء خالد بحاح ان صالح هو احد صناع تنظيم القاعدة في اليمن ولا يزال يلعب دورا مباشرا في تفاقم الازمة اليمنية بتحالفه مع ميليشيا الحوثي واسراره على تعطيل اي فرص تسوية سياسية على اساسات قرارات دولية او مبادرات خليجية واكد بحاح في حديث السكاينيوز عربيا ان جنون المخلوع كان سببا فيما يعانيه اليمن مشيرا الى انه انقلب على المبادرة الخليجية التي كانت تضمن له خروجا امنا مناء السلطة مستغلا بوادر الازمة السياسية بين الرئيس هادي وميليشيا الحوثي في سبتمبر 2014 وتحالف مع المتمردين الحوثيين الذين فرضوا بالقوة سيطرتهم على العاصمة صنعاء ثم واسعوا نفوذهم لمناطق اخرى في اليمن واتهم بحاح المخلوع باستغلال المؤسسة العسكرية وبنائها اثناء فترة رئاسته على اسس مناطقية وولاءات ضيقة اتهم وزير الخارجية رياض ياسين المتمردين الحوثيين بعدم الجدية في التعاطي مع محادثات السلام المزمع عقدها منتصف نوفمبر الجاري وقال ياسين على هامش اجتماع لجامعات الدول العربية في الرياض نريد الذهاب للمفاوضات في جينيب لكن ما يفعلونه في تعز ومحاولات من الهجوم مجددا على اماكن في الجنوب تظهر انهم ليسوا جادين واكد ياسين ان التحديات في اليمن كبيرة وكثيرة بسبب ما قامت به ميليشي الحوثي والمخلوع من جرائم واستمرارهم في عملية التدمير وضرب المدنيين في مناطق كثيرة اهمها مدينة تعز وما يقومون به من قطع الطرقات لمنع وصول المساعدات وصل طيران التحالف العربي غاراته على مواقع ومخازن الاسلحة على طول الساحل الغربي حيث استهدفت غارتان جويتان منطقة المحجر القديم قرب ميناء المخا بكيلو ثلاثة مخزن اسلحة لميليشي الحوثي والمخلوع وقالت مصادروا ان الغارة استهدفت موقعا للانقلابيين يستخدم في اطلاق الصواريخ على منطقة ذوباب باب المندب حيث شهدت اعمدة الدخان تتصاعد من اماكن القصف اعربت اللجنة الدولية للصريب الاحمر عن جزعها اذا استمرار تعرض مرافق الرعاية الصحية في اليمن للهجمات كما حدث مؤخرا في مدينة تعز وقال نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية في اليمن في بيان صادر عنه ان مستشفى الثورة في تعز تعرض للقصف عدة مرات يوم الاحد الماضي وهو مرفق الرئيسي للرعاية الصحية في تعز ويعالج فيه زهاء خمسين مصابا كل يوم وقد عرض هذا القصف حياة المرضى والعاملين هناك للخطر واتهم السيد خضر او العمر الحوثيين بعدم احترام الحياد الذي تتسم به المرافق الرعاية الصحية وطواقمها موضحا ان هذه المرافق الصحية تتعرض للهجوم المتعمد كما يسد الطريق ايضا امام ميصال الامدادات الجراحية والطبية الى المستشفيات في المناطق الواقعة تحت الحصار واكد ان الهجمات المتعمدة على المرافق الصحية تعد انتهاكا سافرا للقانون الدولي الانساني وان جميع من يشاركون في القتال ملزمون وافقا للقانون الدولي الانساني بحماية المرافق والطواقم الطبية في جميع الاوقات ضمن تغطياتنا الاسبوعية التي نتناول فيها جبهات الحرب والمقاومة نستعرض في هذا الملف منف هذا الاسبوع ما يتعلق بجرح الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سلسلة تقارير خاصة تأتيكم على شاشة قناة سهيل الفضائية من الاثنين التاسع من نوفمبر وحتى الخميس الثاني عشر من نوفمبر اقامت مؤسسة الرواد التنموية دورات تدريبية ومهارية لجرح المقاومة الشعبية والجيش الوطني لتأهيلهم ورفع معنوياتهم ودمجهم في المجتمع احدهم فقد عينه والاخر بطرت ساقه وثالث فقد يده الكل في هذا السكان اصيب برصاصات الانقلابيين وحقد الطائفيين ولاجل اعادة دمج الجرح بالمجتمع ورفع معنوياتهم واعادة تأهيلهم اقامت مؤسسة الرواد التنموية دورات تدريبية ومهارية لجرح المقاومة والجيش الوطني لمدة اسبوع يهدف هذا البرنامج الى دمج الجريح في المجتمع يهدف هذا البرنامج الى ان الاعاقة والاصابة التي اصابها الجريح لا تمنعه من العيش في المجتمع وان لديه قدرات وطاقات ممكن يستفيد منها في حياة المستقبلية الانشطة والاسمار والعروض زادت من معنويات الجرحى وحثتهم على ان يكونوا اعضاء فاعلين محذرة من ان تجعلهم الاعاقة اعضاء جامدين وليس لهم اي اثر في المجتمع ساعة المؤسسة الى تطوير نشاط الجرحى لكي يعودوا الى المستقبل ويكونوا فاعلين في المستقبل رغم اعاقتهم ورغم ما عانوه وما اصيبوا في جبهة القتال فالدورة زودتهم باشياء كثيرة لم يكونوا مدركين لها من قبل صحيح ان المقاومة بذلت ما بوسعها لمكافأة هؤلاء الابطال لتضحيتهم باغلى ما يملكون لتحرير هذا الوطن من عبث الميليشيات الانقلابية لكن الجهات الرسمية لم تقم بدورها المطلوب تجاه هؤلاء الابطال وما قدموه في ميادين الشرف والبطولة زين العابدين بن علي قناة سهيل كيف ما اضفتها اضفت لنا الكثير يعني اول شيء محلومات وعزيمة وقوة وثبات على ما احنا فيه استفدنا من هذه الدورة حاجة كثيرة من تنمية النفس تطويرها كيف انكم تجيس كسلان تعمل واصل يعني تطور نفسك تعود نفسك على الشغل تشغل مخاك حتى لو انت جريح ما بيش معك شغل ولا معك اي شيء يعني تقرأ كتاب تقرأ قرآن كريم تقرأ اي شيء كانت دورة ناجحة ودورة ممتازة كي تطور ذاتك ذات البشر الانساني وتغير مجرى حياتك قد تستفيد من هذا ما يعكس نظرك في واقعك وفي مستقبلك قد تنظر الى المستقبل لكن احيانا تصطدم باشياء فهذه الدورات التنموية للبشر هي تنمية ذاتية للعقل كي تطور ذاتك تعيش في مستقبلك حياتك كيف تفكر توفيق ناجي احد المواطنين الذين تعرضوا للاختطاف من قبل الميليشيا الانقلابية وبعد ان افرج عنه قرر ان يغادر منطقته وينضم الى المقاومة الشعبية في مأرب للتصدي لميليشيا الحوثي والمخلوع وهناك تعرض للاصابة وهو يدافع عن وطنه وشعبه نتابع مشاهدين الكرام قصتنا اليوم احد جرح المقاومة الشعبية هنا بمحافظة مأرب والذي لم تمنعه اعاقته من مجابهة ميليشيا الحوثي في جبهة القتال بعد ان عانى من هالشعب معنا انا توفيق ناجي لاحقنا واحنا بمطر معه واحد ساعتين وشوف التقم ورانا اقول له هذا التقم يطاردنا احنا ولا كان ماشي معظني ايك حولنا ان احنا لا ما باقي يطاردون احنا برين ان احنا المقصودين بهم يعني ان بطلقوا النار عندنا نزل من فوق ومطر اشيش عوهم فالوقف الاس سيروها كنا جاين الشريقات فاطرح الالي وكلم يشيش به هذا قال له المعظر اعمنك اطرح الالي هو لا صدري الالي اربعين بندق لا صدري يقول ان احنا يوزع الشرائع قلت اقوما قاتل على حاجة ما يشمع شرائع خلى لهم فتش بالشرائع هذا فرعت البندق فتش ما لقي شي شرائع قال له ايش من شرائع يتقول له ما عندي سبابون ولا موبايل ما عندي شرائع يقول لهم وفتشوا وفتشوا وقالوا وخالصوا عندهم بلغت داعشة وقالت يا أخي قالوا كان في داعشة أول شي نسكتونا على شريعة خذونا وودونا على سجن الجحانة المديرية مديرية الجحانة كان يستخدموها سجون يعني خلو حطونا هناك أربع أيام كان هناك أربع نت سنة والله لقد كرهت أمري لا هنا المهم ما خرجونا له بعد موساطة قبلية يعني عندنا في خولان باس بصبح الحائرات المشاكلة حطا اللي أعطي ولا ما أعطي يقول لك ليش تمسكتوه ما عابشي في ذنبه والنس عارفين صحابنا لي عندنا حواتيها دارين أنا صافي ما عندي شي المهم ضارقت عليا بعد ما مسكوني وهذا قلت ما عابش فايدة بيلا حقوق وانت صافي موت وانت الشرف ما يادني شرف أفضل من الحزقة ما كنت خاطي في الطريق قم قاعت له نزلك هنا مارب لي ستة عشر ستة عشر من بعد وانا في جبهة المخدرة من كم طلقت عيارة 12 سبعة وانا ماشي طالع الموقع واضرب يعني هدت المشد وان شاء الله ذهن تتعافئ وعودها جبهة وان شاء الله ذهن احنا في اول بداية خولان مع ذرمان طهر خولان من خولان باط طهر صنعة اذا طهرت خولان ابشيروا ابشيروا من مصر فمن خولان يأتي مصر معيز اعمل حول اه يعني الدافعي وغيرتي على الوطن وعلى هؤلاء البغاور رواقب اه قلت فيها يا طبول الحرب ضقي وانذري الصافراتي واعلنوا حالة الطوارئ واشعل الدنيا حريقة يا عصابات الثعالب والذياب العاوياتي جيشنا والشعب ضايق لا تزيدوا فوق ضيقة لن تعودوا بالامامة سيدكم والسيداتي والقسم ما تحكمونا حكمكم دامان طيقة لو ملا بري وبحري والسماء في الطائراتي عزمنا فوق السحايب ما حجر عطرات عيقة واحد مني يا بلادي والثمن تلقى حياتي من يفرط في اطرابك ذاك الدم قبل ريقة او صاب الخط متهداع الدبوراق النباتي تبلغ المختار دائم ليتنيوانا رفيقة سارو يقول موسيقى 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 هاجمت المقاومة الشعبية في اقليم ازال المساء الثلاثاء مقرا لميليشي الحوثي والمخلوع بمدينة معبر بمحافظة ذمار وذكر مكتب اعلام مقاومة ازال ان عناصر المقاومة استهدفوا مقرا للميليشي في معبر القديم بقنبلة يدوية ويأتي الهجوم بعد ساعتين من هجوم مماثل استهدف مقرا للحوثيين في مدينة ذمار موسيقى بلغت الانتهاكات ضد حقوق الانسان التي مارستها ميليشي الحوثي والمخلوع الصالح هذا العام حدا لم تصله من قبل اليمن نتابع التفاصيل نشر المركز الاعلامي لثورة اليمنية انتهاكات ميليشي الانقلاب منذ مائتي يوم ذات حقوق الانسان حيث فاقت خمسة عشر الف انتهاك ورصد المركز الاعلامي الانتهاكات خلال الفترة بين ال 11 من ابريل وال 7 من اكتوبر من هذا العام حيث وصل عدت القتل الى 1828 من المدنيين بما فيهم ضحايا القصف العشوائي و 30 1236 اصابة و 2945 مختطف وتعرض 33 منزلا للتفجير والتدمير في ارحب وردع كما تم اقتحام 585 مبنى وتدمير 68 مشروع خدميا من ابار مياه وابراج كهرباء في محافظتي صنع والضالع 218 انتهاك بحق الاعلام فما تعرض 1851 ناشط للتهديد وبلغ عدد الموظفين الذين فصلوا ووقفوا عن الاعمال في وظائفهم الحكومية الى 1709 وتم تجنيد 2500 طفل 1365 انتهاكا اقدمت عليها ميليشيا الحوثي والمخلوع في انحاء متفرقة من محافظة ذمار خلال عشرة اشهر نتابع التفاصيل رصد فريق حقوقي في مدينة ذمار الجريم والانتهاكات التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي بالمحافظة منذ ديسمبر الماضي 2014 وحتى نهاية شهر اكتوبر المنصرم موضح ان هناك انتهاكات لم يشملها التقرير لاحصائي بسبب عدم الابلاغ بها لخوف بعض السكان من بطش الميليشيا وبحسب التقرير ارتكبت ميليشيا الحوثي وصالح خلال فترة دون العام بشهرين 1365 جريمة وانتهاكا في محافظة ذمار تصدرت الانتهاكات اعمال القتل والاختطافات والاخفاء القسري وبحسب تقرير الفريق الحقوقي فان 64 حالة قتل ارتكبتها الميليشيا الانقلابية اضافة الى 75 حالة اصابة في مختلف مدريات المحافظة وذكر تقرير الفريق الحقوقي من مدينة ذمار انه تم تسجيل 367 حالة اختطاف اخدمت عليها ميليشيا الحوثي وصالح بينهم ناشطون واعلاميون وان هناك 113 حالة اخفاء قسري و17 حالة تعذيب لمختطفين ومخفيين وقال الفريق الحقوقي الرصد لانتهاكات ميليشيا الحوثي وصالح بمحافظة ذمار ان الميليشيا اقتحمت خلال 10 اشهر من ديسمبر الماضي 2014 وحتى اكتوبر الماضي 2015 اقتحمت واحدا واربعين منزلا وفجرت 12 اخرين والحقت الضرر بخمسة منازل اخرى كما اقدمت المسيرة القرآنية حد زعمها خلال فترة الرصد على اقتحام 14 مسجدا وتفجير اثنين اخرين بالاضافة لدرعين لتعليم القرآن الكريم واشر التقرير الحقوقي لعشرين حالة نهب اقدمت عليها الميليشيا بحق ممتلكات خاصة بالمواطنين بالاضافة لاحتلال ونهب خمس مؤسسات اهلية فضلا عن اقتحام ونهب احدى وتمانين مؤسسة ومنشأة حكومية وستة مقر حزبية وضمن ممارستها القمعية لصبت ميليشيا الحوثي بمحافظة ذمار خلال عشرة اشهر تسعة محاكمة خاصة لتمرير جرائمها وواحدا وعشرين سجنا خاصة للمناويين لها فضلا عن سجون سرية اخرى كما نصبت خلال الفترة من ديسمبر الماضي وحتى اكتوبر الماضي خمسا وثمانين نقطة تفتيش في انحاء المحافظة ومن جانب اخر اعتدت الميليشيا خلال الفترة المذكورة بحسب التقرير على ست فعاليات احتجاجية ومنعت اقامة اي فعاليات اخرى واضح التقرير الحقوقي لفريق راصدين بمحافظة ذمار ان ميليشيا الحوثي وصالح خزنت اسلحة في احياء سكنية شكلت خطرا على المدنيين وبلغ عدد حالة تخزين الميليشيا لاسلحة في الاحياء السكنية ثلاثة عشرة حالة مسجلا التقرير نزوح 400 اسرة جراء تخزين الميليشيا لسلاح وحروبها واعتداءاتها في عدد من مدريات محافظة ذمار نشرت هنا انتهت هذا تذكير باهم عنوينها اعلان الرياض الشعب اليمني في خطر بسبب انقلاب الحوثي والمخلوع نائب الرئيس رئيس الوزراء المخلوع صالح احد صناع القاعدة وجنونه سبب معاناة اليمن للمزيد يمكنكم متابعة صفحات القناة على مواقع التواصل الاجتماعية الفيسبوك وتويتر واليوتيوب في امان الله اشتركوا في القناة